قال المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران إن الحملة تنظم عددا من الخطوات التي ستقوم بها على مدار أيام الانتخابات فور انطلاقها في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وأضاف أن الحملة تشكلت غرفة عمليات خاصة تضم عددا من أعضاء حزب المصري الديمقراطي لمتابعة المندوبين على مستوى كل المحافظات واستقبال أي ملاحظات لهم خلال العملية الانتخابية موضحا أنه سيكون هناك مندوبون دائمون في اللجان ومندوبون في أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية